السلام عليكم إذن مرحب التلاميذ جيدا بشارك علمي إذن الهدف ما يتمنى لهذا هو تحديد أو رسم جدول التغيرات انطلاقا من التنتيل المباني للدل donc on va voir comment dresser un tableau de variation à partir de la représentation graphique d'une fonction إذن لدينا تمتيل مباني إذن سوائف la fonction définie par la représentation graphique suivante sur l'intervalle إذن دائما دراسة الدلة تتم على مجال إذن جدول التغيرات دائما أول حاجة نحدد فيه هو مجموعة التعريف يعني ذلك الدلة المجال اللي ندرسه في الدلة إذن ندرسه الدلة في المجال ناقص خمسة خمسة يعني x كنتعمل لانتغفال موان سانك سانك إذن في المجموعة التعريف أولا في التمثيل المبياني دائما نميزه ما بين x و f إذن x كتغير على محور الأفاصيل يعني lax di zabsis و y كتغير على محور الأراتيب أو la f de x كتغير على lax di zordoni فهد لاكس هذا إذن x كتغير فهد لاكس و y كتغير فهد لاكس هذا هذه مسألة مهمة إذن نحن ندرسه المنحنة هابط طالح هابط دائما المنحنة نقرأها من اللي يصير دو جوش أضوات إذن المنحنة هابط إذا كان هابط كتغير فهد لاكس هذا تنقصية إذا كان المنحنة طالح كتغير فهد لاكس هذا تزايد croissant إذا كان المنحنة أفقي كتغير فهد لاكس هذا constant هابط هابط في هذا المجال يعني x كتغير من ناقص 5 حتى ناقص جوج ناقص 5 حتى ناقص جوج هذا فل ايكس فل ايكس تتغير منين فل ايكس دائما نقرأها على محور الاراتيب إذن فل ايكس كتغير من 5 حتى 0.5 يعني من 5 كتغير من 5 حتى 0.5 فاصيلة 5 في هذا المجال هذا x كتغير من ناقص جوج حتى الجوج إذن لاحظوا معي بأن المنحنة طالع دي السون إذن x كتغير من ناقص جوج حتى الجوج والمنحنة يعني فل ايكس كتغير من هذة النقطة حتى هذة النقطة يعني مصرف فصيلة 5 حتى الجوج مصرف فصيلة 5 حتى العدد إذن قال لي هذا المجال هذا من جوج حتى الخمسة إذاً نرى أن Fx كتبط من هذا العدد هذا حتى هذا كتبط إذاً تدل تناقصية يعني تناقصية منين يعني من جوج حتى الناقص جوج إذاً هذا هو مجموعة التعريف يعني غير خلال الجدول أو لهذا هو جدول التغيرات لتابلو دو فغيازيوم إذاً كي بنح هذا الأسهم راح تقريباً كي شبهوا لهذا الشكل ديال الملحنة إذاً نحن نلأسه شلو دائرين هذا الشكل هذا والملحن شلو دائريني دل تناقصية تزايدية تناقصية هو الشكل اللي كان له ملحنة الدل